العالم كله يتابع باهتمام الشديد مراسم ملاكية جديدة غداً تنصيب تشارلز الثالث الذي عشنا سنوات طويلة يقول عنه الأمير تشارلز وأخيراً تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا في مجلس الانضمام أو مجلس تنصيب الملك مجلس تنصيب الملك لأول مرة منذ سبعين عام يجتمع كان آخر اجتماع ليه في فبراير 1952 لتنصيب الملكة إليزابيث الثانية اللقطات اللي احنا شايفينها دي لقطات مباشرة من أمام قصر باكينغام وكل بوراسيلي القنوات العالمية موجودين هناك حدث مهم جداً وتنصيب الملكي والمراسم الملكية في بريطانيا واحدة من المقدسات كده التي لا تتغير بمرور الزمن وجمالها في الحفاظ عليها بهذا الشكل وبهذا التقليد وثبات النظام الملكي وأيضاً بوعده بشكل كبير جداً عن القرارات اليومية والحكم الفعلي وقرارات تخص الشعب الأمير تشارلز أو الملك تشارلز الآن في خطابه الملكي الأول من قصر باكينغام تعهد بخدمة المملكة وشعبها والدفاع عن الدستور مؤكداً أنه سيسير على خطى الملكة إليزابيث أعلن أن الأمير ويليم سيخلفه في لقب أمير ويلز وولياً للعهد جنازة الملكة ودي كمان ترتيباتها ترتيبات أخرى مهمة جداً مهيبة جداً أطلقت المدفعية البريطانية 96 قذيفة تكريماً للملكة راحلة إليزابيث الثانية ب96 عاماً مليئة بالأحداث قضتها وأعلن تشارلز الثالث أن مدة الحداد على الملكة إليزابيث الثانية ستستمر أسبوعاً بعد الجنازة وتبدأ المراسم من قاعة وستمنستر لمدة أربع أيام قبل إقامة مراسم جنازتها يعني في تفاصيل مهمة جداً في هذا المناخ الملكي تفاصيل شديدة التعقيد وشديدة الجودة في نفس الوقت يعني مهما قلت أنه النظام الملكي عندك تساؤلات عن كيفية إدارة الأمور وكيفية إدارة الحكم وإزاي يبقى فيه حالة من القيادة لكن كمان الإبتعاد الشديد ورئيس الوزراء هو القائم بكل القرارات كل المسؤوليات الديمقراطية متحققة تماماً على الأرض في ظل النظام ملكي في حاجة كده مبهرة في تفاصيل هذا النظام المهيب ما تقدرش تقول عنه غير أنه نظام مهيب جداً ومعقد في تفاصيله